وتعالوا ناخد أول سؤال من السيدة أم العالي السيدة أم العالي تفضلي فضلي ونعمة الحمد لله تفضلي طيب حاض ما يبقاش مخلوق برا في الشغل وعنده وضغط برا طيب حاض يبقى السؤالين يعني وما قطيته من العلم إلا قليلة والسؤال الثاني مسألة هل من الحق أنه يضرب ولا لا صح عسن أنت حضرتك قلت سيدنا محمد قال وصاوتي بالنساء طيب أنا يعني التاني كده معلش بعد إذنك عسن حضرتك قلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول وصاوتي بالنساء طيب ماشي أنا أكلمه حاضر يا ست ملال السؤال أولاني إحنا كل الإنسان اللي بيعلمه دوت أغلب اللي إحنا بنعيشه وبنتعلمه وبنعرفه كل دوت بيبقى في الغالب ظنون ونسبة القطعيات فيها قليل وحتى نسبة القطعيات لا تعني إن إحنا عرفنا الحقيقة بامتدادها معنى إيه؟ إن الحقيقة بتتعرف لما أعرف جزرها حقائق كتيرة إحنا ما بنعرفش جزرها هم بنعرفش ما وراءها وعشان كده ولا نعرف كيف نشأت الإنسان اللي يبقى عارف يبقى عارف كل ده فإذا كان الإنسان لا يعرف كل ده ومعرفة أغلبها ظنية والمعرفة لا يعرف ما وراء الحقيقة دي حتى الحقيقة اللي هو أعرفها يعني أنا أعرف إن الحقيقة إن الماء بيروي طب ليه الماء بيروي؟ وهو بيتكون من أكسجين وهيدروجين مع إن الاثنين واحد مشتعل وواحد يساعد على الاشتعال مفروض جوف يبقى مليئ بالنار فأنا معرفش حاجة معرفش حاجة إيه؟ معرفش الاندماج اللي بينهم ده لما تحاول إلى H2O أنا معرفش الاندماج ده عمل كده عمل هذا المعنى ده سر إله فأنا معرفوش عشان كده أنا علمي قليل يبقى حتى في كل شيء يبدو إن بس السائلة إن زوجها دايماً بيحسسها إن هي عارف كل حاجة وعشان هو عارف كل حاجة يقدر يعمل أي حاجة المعادلة دي حرام المعرفة تجعل الإنسان أخلاقه أحسن المعرفة تجعل الإنسان أخلاقه أحسن ولذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما بيعرفوا ربنا أخلاقهم بتبقى أحسن لما بيكون عندهم معرفة أحسن لما يكون عندهم معرفة كتيرة بتبقى أخلاقهم أحسن ولذلك إيه اللي حاصل؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً اللي عنده حكمة وعنده معرفة يكون سبب للخير حوالين الناس كلها لكن ما يبقاش الإنسان حاسس أنه بيعرف وعشان بيعرف من حقه يعمل أي حاجة لأنه شخص مميز فمن حقه أنه هو يمارس أي شيء في الناس وده من حقه الكلام ده كلام فارغ المعرفة لا تبرر التجاوز مع الخلق بل المعرفة تجعل الإنسان يرى نظر الحق يرى نظر الحق لي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون يبقى أنت لما تكون من أصحاب المعرفة يبقى قلبك يزداد خشوعاً لما تكون من أصحاب المعرفة قلبك طب من بالك يبقى إذا كانت من معرفة كمان اللي أنت عرفها قليلة فتزداد خشوعاً وخضوعاً وحياءاً من الله يبقى بلاش حكاية أنا عشان عارف يبقى من حقي أتصرف في القراءة وكل الناس اللي بيقولوا أنا عارف كل حاجة ده هو عارف نفسه كويس جداً جداً أنه هو بيكذب الأمر الثاني لا مش من حق حد يضرب والضرب عندنا كبيرة وجريمة فالضرب ده اللي بنمارسه احنا شايفين أن الضرب جاء في القرآن ذكر الضرب جاء في القرآن لمنع الضرب لأن الضرب اللي عندنا ده اسمه الضرب المعتاد وده ممنوع ده ممنوع لا يجوز لنا الضرب ده اللي بيأذي ويعلم وبيوجع النفسية ده ممنوع خالص ممنوع وهو كبيرة وجريمة فلازم يمتنع عنه امتناعاً تاماً ولا يمرسه أي إنسان نعم